يضم إلينا من دبي الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي السيد أيمن عيتاني السيد أيمن أهلا بك معنا في هذه الساعة ومواجهة قادمة بين تويتر وإيلون ماسك يبدو ستكون قوية جدا بداية كيف تحول مسار هذه الصفقة ليصل إلى أرويقات المحاكم يعني بشهر رمضان عادة يكون فيه مسلسل أوي وحلقة لحلقة في مشكلة وحدا بيموت وحدا بيغير وحدا بيحكي شيء في مشكلة نحن بالمسلسل هلأ تسبيح طيب وكل أسبوع وكلها حيكون فيه تغير وعننا فترة هيك عنا عسيني هلأ حيكون فيها تغيرات لأنه في محامين من جهة إيلون ماسك في محامين جهة تويتر ولكن كيف تحول المسار كان يتحدث إيلون ماسك مايو السابق عن بعض المآخذ التي ستجعله يقوم بتعليق إتمام هذه الصفقة كيف وصلت الأمور إلى أرويقات المحاكم هو إيلون ماسك بده تويتر من أول كان واضح بده تويتر وحت سعر مرتب على الطاولة يلي يعني كفري يعني بالإدارة تبع تويتر بالأول ما كان بدهن هالموضوع وعملوا مشاكل جربوا يغيروا لحتى يلغوا هذه الصفقة بعدين رجعوا على مرحلة إنه أوكي نمشي في هذه الصفقة بعدين بيان في شوية مشاكل تاني وطلب معلومات زيادة إيلون ماسك والمعلومات أجت وما أجت أخيرات المعلومات واضحة لأنه فيه عم من أي ولأ وصلت لمرحلة فيه تأزم وخاصة أن إيلون ماسك منه شخص عادي عنده متطلبات واضحة وعنده تصور باتجاه ولكن أيمن أنت أكد أنه يرغب في تويتر هو راغي في تويتر كثيرون يقولون اليوم ما يتحدث عنه إيلون ماسك عن حسابات المزيفة الرسائل غير المرغوب فيها ما هي إلا ذريعة للخروج من هذه الصفقة لأنه كثيرون قالوا إنها مبالغ فيها يعني 44 مليار رقم مبالغ فيه جدا لا أرى أنه ما أريده إياها أرى أنه أريده إياها بس سيكون سيكون يدفع على سعر تاني لأنه فيه رقمين هل يتاول فيه أول شيء مليار دولار يلي هو مفروض إذا فسخ العائد يريد يدفع على تويتر جزاء وفيه رقمين يعني جزاء وفيه أربع رئيين مليار يلي هو الشراء وهلأ هول الرقمين فبدو نيوصل لمرحلة بالنص بس هايدي بدأ برياحة من شهر لتناعشر شهر لأنه هلأ في دعاوة قضائية والجهتين ما فيها كتير تحكي حتى هو على تويتر خفف حكي بس شغلة واحدة من كم ساعة يعني حل الموضوع لأنه هلأ هلأ يعني كل العيون عليه وقضائيا هلأ كلمة برات الطريق تعمل المشكلة هاً تمني أشهر يعني مسلسل مكسيكي طيب هناك من لا يفهم أيمن يعني ما يتعلق بالحسابات المزيفة إصراره على الحصول على بيانات واضحة حولها هل هذا الأمر يؤثر على قيمة الشركة السوقية بأثر بس هو أكيد هو طرف الخيط يعني فيه شلوش تاني فيه أمور تاني يلي عم بيقدر هو يعني بعيد الحسابات الزائفة عم بيقدر يضغط على كل شيء على الطاولة يعني نحن بالإعلامة عم نبدأ والأمور بس في أمور يعني عم بيحكوين فيها على طاولات ما أحدا موجود فيها وما عم بيتفق عليها فهذا موضوع يعني الحسابات الزائفة هو ضغط لكل المواضيع يلي غيرها طيب ماذا يعني الحسابات الزائفة تتدخل في هذه الصفقة يعني بمفهوم بسيط حجم الحسابات الزائفة بحسب الماسك يتعدى العشرين في المائة شركة تقول خمسة في المائة فقط يعني إذا نقول إحنا بطريقة بسيطة مثل المطال جدا بسيطة الواحد يشري السيارة الواحد يشري السيارة قالوله أنه يعني تفتح شباك في زرع الكهرباء فتح فتح السيارة لا لا مش زرع الكهرباء أو نصف البويب فيه ونصف البويب ما فيه يعني كأي سي مفهوض يكون شغال ديم وراء عم يكون بس موجود ديم وراء لما فتح ملاء فهون بطل حق السيارة يعني بطل حق مئة ألف دولار سيارة حق أقل من هيك إذا الواحد يشريها بعده آه يعني هذا يؤكد ما قلت أنه هي عملية مساومة أكثر منها عملية إنهاء لهذه الصفقة تماما من قبل إيلون ماسك صحيح يعني ولكن هذه المساومة أن تنتقل إلى أروقة المحاكم هل قادرة تويتر إجبار إيلون ماسك أن يشتري بالمبلغ المتفق عليه 44 مليار في تكلفة كتير كبيرة على اثنين وفي اسم إيلون ماسك وفي اسم تويتر فهون هاي اللي حيوصلوا للمرحلة مساومين وما حيفوتوا على آخر فيها مثلا أنا بلاقي الخاصة الأكبر بهذا الموضوع حتى لو حتى إذا تساوموا أو إذا كمان فسخوا العقد اللي هو مؤسس بطل وموظفين يعني مؤسس كبير مثل هذه في الموظفين يعني ما عرفي حاله هلأ على سنة في إدارة جديدة أم لا كنا بدأنا نمشي بهالاتجاه بدأنا نطور هذه التقنية منطور أو يمكن يجي إدارة جديدة تغير فبتلاقي هلأ في عندك سنة ضياع وفي ناس بتضل في ناس بتترك طيب الآن القول أن هي صفقة ستتم وفق إجراءات قانونية وأنهم مستعدون لذلك بشركة محامات عملاقة جدا في واحدة من أهم المحاكم التي تفصل فيما يتعلق بالاستحواذ والاندماج في عدد من الشركات هل يبدو ألون ماسك مستعد لكل ذلك ممكن أن توقع تسوية خارج المحاكم ألون ماسك بالتصريح مرتاح ماديا فإذا فيه مؤسسة هائلة كبيرة بدأت تكون معه على سنة معه حقا ومرتاح فيها حتى يمشي فيها على آخر مؤسسة تويتر كمان بهمة وعنده فلوس هي منة مؤسسة صغيرة ومرتاحها ماديا كمان بس ديوزه لمرحلة الثانية يتفاوين هناك نزيف مادة وفيه وقت وفيه اسم بالسوق يكون وديوزه لمرحلة يعد على الطاول ونخلص خلاص خلاص نبتك طيب تتوقع أيمن أن المحاكمة تكون طويلة وطويلة جدا أم أنهم قادرون على تسوية الأمور قبل الذهاب بخطوات بعيدة في هذه المحاكمة أنا بظل أنها أقصر يعني كل شيء قطائيا بيأخذ وقت بس هيكون أقصر شويل لأنه من جهة إيلون ماسك وشخص واحد وبيقرر مش مؤسسة بجهة تويتر في فريق إدارة وهالفريق إدارة منه مالك شيء بالمؤسسة يعني هنه مدراء مؤسسة وكل واحد عنده يعني هو شو مهتم يعمل فمن جهة إيلون ماسك حتكون أسرع فإذا تأمنوا هلكم موضوع الأساسيات اللي هو بديو إيهن يعني في بيقرر بطريقة كتير سريعة مثل ما متمرر بغير شركات وبغير مشاكل عنده إياها كانت بمؤسساته التانية من دبي الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي أيمن عيتاني شكرا جزيلا لك أيمن على كل هذه الإضاحات شكرا جزيلا